خطوة جديدة في إطار تضييق الخناق على مساعي حكومة أديس أبابا بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للانفراد باتخاذ القرارات أحادية الجانب وفرض سياسة الأمر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان اتخذها البرلمان العربي اليوم فياتر ما هي تلك الخطوة التي جاءت في توقيت هام تزامنا مع إجراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة من الزيارات لدول أفريقية إجابة هذا السؤال بعد فاصل قصير ما زال سد النهضة الإثيوبي يشكل الهاجسة الأكبر والملفة الأكثر أهمية لصانع القرار والسياسة المصرية على كافة الإصعدة السياسية الداخلية منها والخارجية لما لذلك الملف الحساس من أولوية وحساسية على مستوى الأمن القومي المصري والأمن المائي للمواطن وهو ما يعد الأولوية الأساسية لكل خطوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السنوات الماضية في ظل تعنت الحكومة الإثيوبية الملحوظ بزعامة أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي واتخاذها من الخطوات المنفردة ما يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة ودول حوض النيل وفي ذلك الإطار أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة جاء ذلك في كلمة العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الإنعقاد الثالث من الفصل التشرعي الثالث والتي انطلقت بمقر الجامعة العربية وأكد العسومي على دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل مطالباً الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل وتزامناً مع ذلك فقد قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة خارجية وصفت بالتاريخية والأولى من نوعها وقد شملت تلك الجولة كلاً من أنجولا وزنبيا ومزنبيق وعكست توجه القيادة السياسية نحو دول الجنوب وإسرارها على تعميق العلاقات والتعاون مع كافة بلاد القارة فضلاً عن المشاركة في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا وتسليم الرئاسة الدورية لزنبيا وأجمع دبلوماسيون سابقون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تولي اهتماماً وأولوية غير مسبوقة لكافة الدول الأفريقية في سياستها الخارجية ونجحت في تحقيق التقارب مع مختلف بلدان القارة خلال السنوات الأخيرة وتمضي في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الدول الأفريقية وحققت تلك الجولة الأفريقية للرئيس السيسي مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها تعزيز التواصل مع الأشقاء الأفارقة حيث تسعى القاهرة إلى تطوير العلاقات المصرية الأفريقية بالإضافة إلى معالجة الأزمات الأفريقية حيث تعي مصر أهمية الإنخراط في الأزمات والقضايا الأفريقية والتعاون لإيجاد حلول لتسويتها بما يعزز الحضورة المصرية هناك وإضافة إلى المشاركة في المحافل الأفريقية التي تحرس القاهرة باستمرار عليها والبحث عن أسواق أفريقية جديدة فهناك أولوية كبرى لملف مياه نهر النيل حيث لا تدخر مصر جهداً في توضيح سلامة موقفها من قضية السد الإسيوبي على الساحتين الدولية والأفريقية في مقابل التعنت الذي تبناه الجانب الإسيوبي على مدار العقد الماضي لذلك سعت القاهرة خلال الجولة الأخيرة إلى توضيح رؤيتها الخاصة للدول السلاسة بشأن الأزمة في محاولة لبناء موقف أفريقي مؤيد للرؤية المصرية في هذا الصدد وربما يدفع في مرحلة ما نحو الضغط الأفريقي على الجانب الإسيوبي من أجل ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لضمان حقوق الأطراف الثلاثة المعنية في هذا الملف وفي النهاية هل تعتقدون أن الرئيس السيسي قد نجح بالفعل في تحقيق كافة تلك الأهداف؟